دي حكاية عايز اقولك حاجة مهمة اوش عارف الاهلي في 2023 كسبان كم؟ الفلوس؟ من البطلات الخارجية بس بقى مش كلمك بقى على دوري ولا هكلمك على كاس و هكلمك على حاجة اللي هي المحل دي بصوا الراقل تعال انتفر الاهلي في كاس العام الاندية خاد 2 مليون دولار في دورة ابطال الافريقيا خاد 4 مليون دولار دفع 23 و 20 بس كاس العام الافريقيا بتنوي 50 ألف دولار في الدور الافريقيا مليون و 700 ألف دولار في كاس العام الاندية 23 و 22 و 05 مليون دولار السوبر المصي اخيرا 250 ألف دولار تبتتكلم في كله 10 مليون و 700 ألف دولار دي بقى تفهمك وتعرفك منظومة نكحة يعني ايه مش بس الامور فنية وانك انت بتكسب بطلات عشان الجمهور يفرح لا المؤسسة السليمة انك بتكسب بطلات فيجيلك عقود رعاية بتاخد فلوس كتيرة تاخد دولارات تدفع روات المدربين تدفع روات بأيانب تفاصيل كتيرة عند الاهلي كريم خلاص النادي الاهلي وصل فعلا زي ما بيقولوا للاعالمية لما بتشوف التصريحات في كاس العام الاندية من المدربين الكبار يقولك انا واحد زي جورديولا بيقولك انا جيت مصر كل الناس كان بتكلمني على الاهلي والاهلي لا بمانشستر سيتي في نهاي كاس العام الاندية فكريم انت بتتكلم على منظومة قوية جدا عار عشرة مليون دولار ده رقم كبير جدا جدا ولسه القوس مفتوح لسه يعني التالفاتات عشي خلصت بس لسه بقى الموسم مطول فطبيعي جدا النادي الاهلي يبقى طموح جماهيره بالطمع ده جماهير الاهلي طمع جدا هتشوفي على جماهير الاهلي الكسبت كل حاجة اللعبت شوية كده في الدوري الناس كانت زعلنة ومتضيقة فيعني فيه لقطة النهاردة تتأمل فيها الصورة بعد الهدف التاني الكاميرا بدأت تروح عند جماهير النادي الاهلي كتير اللي قعد كده واللقعد زعلن واللقعد بيدمع واللقعد شعب ايه طالت القائن قلت ايه ايه ده ده انت لسه ده انت من يومين كنت اخذ برونزيكاس العالم ومخسرتش لسه ماتش لسه بس ده الحالة الاستثنائية تعجموه النادي الاهلي اللي عملها النادي الاهلي حالة استثنائية على مر التاريخ جمهور ما بيشبعش بطولات وده سر نجاح النادي الاهلي انه لعبت النادي الاهلي بتبقى وخلص البرونزيكاس العالم وبيحتفلوا هو مطالب يكسب كاس السوبر مطالب بعد ايه من يكسب دوله مطالب بعد ثلاثة يام ياخد دولة ابطالة افراك هو ده حال النادي الاهلي انت زعل لي يا اخي يقولك لا انا النادي الاهلي انا ازخ كل حاجة فانا لازم اكسب كل حاجة ده هيك